الجيش بتاعنا راح فين؟ السؤال ده كان على لسان كل إسرائيل يوم 7 أكتوبر اللي فات لما كتائب عز الدين القسام شنت هجومها الكاسح على مستوطنات غلاف غزة وحققت اللي كلنا شفنا يومها المحتلين جالهم دي جا فو وبدأوا مباشرة يفتكروا أيام الرعب اللي كانت في حرب أكتوبر 1973 وقتها برضو جيشهم كان في سابع نومة ولما الإسرائيليين بدأوا يفوقوا ويشوفوا الجيش بتاعهم حصل فيه إيه؟ لقوا كوارث مقات الدبابات المدمرة وألاف الجنود المقتلين والمصابين وقرابة 300 أسير وألاف المعدات المنسوفة لكن الخسارة الأهم بالنسبة لهم واللي علمت معاهم جدا جدا كانت خسارة سلاح الجو سلاح جو جيش الاحتلال في حرب أكتوبر خسر وقتها خمس قواتهم وتدمر له أكتر من 100 طيارة الخسارة العسكرية دي في المعدات والأفراد ما كانتش ماشية خالص مع الصمعة اللي خدوها بعد النكسة بأنهم جيش لا يقهر ولو بصينا حنلاقي أن السلاح الجو في جيش الاحتلال هو أهم السلاح عندهم لأنه ببساطة بيسمح لهم بممارسة الشيء اللي بيحبوه دايما الاستهداف من بعيد لبعيد فالمرة دي الحرب حطت سلاحهم المفضل في مواجهة مباشرة مع حاجة سماها المصريين الحائط الناري منظومات دفاع جوي من صواريخ سام ستة انتشرت على طول القناة وعملت حائط صد من الصواريخ اللي ساعتها انتلكت قدرة ضخمة على تتبع أسقاط الطائرات الإسرائيلية فالإسرائيليين بعد الحرب اقتنعوا بينهم وبين نفسهم بحقيقة ما فيهاش أي جدال لو احنا عاوزين نفضل على قيد الحياة كدولة ونحمي نفسنا من العرب مش هينفع ندخل في حرب زي دي تاني احنا محتاجين طريق مختلف خالص نمشي فيه ونبني من خلاله الجيش اللي تبهدل ده بس بشكل مبتقر فعلشان كده الحل كان بناء جيش متقدم جدا تكنولوجيا بحس يجنبهم عناء المواجهات المباشرة لآخر لحظة دي كانت بداية التطور الحقيقي للمجمع الصناع العسكري الإسرائيلي اللي عدد لبأس بهم الخبراء العسكريين بيوصفوه بانه معجزة تاريخية في عالم صناعة الأسلحة ورغم مشاعرنا الكارهة للكيان المحتل واستفافنا مع أهلنا في فلسطين بس للأسف الخبراء دول عندهم حق الكيان المحتل يا أخوانا هو واحد من أكتر الدول المتقدمة على مستوى التقنيات العسكرية وصناعة الأسلحة والأسلحة الإسرائيلية مشهورة في جميع أنحاء العالم فواحدة من الحاجات اللي أنا شايفها مهمة جدا هي أننا لازم نعرف قدراتهم ونذاكرها كويس زي ما المقاومة بتعمل يعني إزاي بنوا صناعاتهم العسكرية المتطورة دي وإزاي ممكن نستفيد من التجربة بتاعتهم لو حابين نصنع أسلحة محلية وإيه ما صير الجيش المتطور ده في عملية الغزو البري اللي مصرين عليها لقطاع غزة دي الأسئلة اللي حنحاول نجاوب عليها مع بعض في حلقة النهاردة بس عاوزة نبهكم قبلها لحاجتين مهمين جد أولاً الحلقة دي زي الحلقة اللي فاتت كل أرباحها برضو هتروح لأهلنا في غزة إن شاء الله دي أقل حاجة ممكن نعملها ليهم وحنعرفكم الجهة وحنوريكم واصل التبرع بعد أيام زي ما عملنا قبل كده وتاني حاجة إن المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عاملة قيود كبيرة على انتشار المحتوى المضاد للكيانة المحتلة زي ما كلكم شايفين أكيد فهمتكم معنا اللايك والشير والتفاعل مع الفيديو علشان يظهر للناس ويزود مبلغ التبرع بإذن الله أنا أشرف إبراهيم ده المقبل الاقتصادي قبل ما نبدأ أنا شخصيا وجميع فريق المخبر الاقتصادي وأعتقد كل واحد من حضراتكم برضو هيكون حابق بيشكر شركة Converted N اللي بعتت لنا علشان يروا الحلقة دي ودفعوا أضعاف المبلغ اللي بيدفع فرعية الحلقة علشان يروح لدعمه لنا في قطاع غزة من خلال مؤسسة مرسالة المصرية شركة Converted N هي منصة مصرية لأتمتة الإعلانات والتسويق للشركات بمعنى أنها بتساعدك تعمل تسويق وإعلانات لشركتك أو موقعك على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث باستخدام الزكاء الاصطناعي زي ما قلت مبلغ الرعاية كله راح لمؤسسة مرسال اللي بعتت وبتبعت مواد إغاثة من أدوية وغزاء لأهلنا في قطاع غز وحابق برضو أشكر كل الشركات اللي بعتت لنا علشان ترعى الحلقة دي ولكن احنا أخدنا أكبر مبلغ تعرض علشان زيادة الاستفادة هتلاقوا بيانات مؤسسة مرسال من أكتر من مئة سنة ومع بداية توطين بريطانيا لليهود في فلسطين كان اليهود بيسكنوا في شيء اسمه أراضي زراعية فلسطينية بنوا عليها مستوطنات وطبعا التوطين ده خلى فيه صراعات كبيرة على الأراضي اللي بتتسرق دي وهنا هتظهر لنا في الصورة ميليشيات الهجانة السهيونية المنظمة العسكرية اللي تأسست سنة 1921 بعد الثورة العربية واللي بقت مسؤولة عن الدفاع عن المحتلين واللي هي أساس الجيش الإسرائيلي الحالي حنطة نطة واسعة لحد أول التلاتينات لما بدأت الهجانة في بناء ورش لإنتاج الألغام والقنابل اليدوية والمسدسات وتحولت لجيش نظامي عنده مهمتين بس المهمة الأولى الاستلاء على أراضي فلسطينية أكبر بمساعدة وتدريب البريطانيين والمهمة التانية حماية المستوطنين والمهاجرين الجدد بعد انتهاء الحرب العالمية التانية كان واضح أن الجيش البريطاني هيسيب المنطقة وإن الحرب مع العرب جاية جاية علشان كده اليهود كانوا مصرين على تسلح نفسهم بشكل أسرع ورغم أنهم استولوا على عدد معتبر من رشاشات ستين البريطانية وبدأوا ينتجوا نسخ منها لكن فضلت قدامهم مشكلة الزخيرة هنا حنوصل للفكرة المبتكرة جدا وقتها اللي نفزها اليهود واللي كانت بداية المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي أول ورشة عمل تحت الأرض لإنتاج الزخيرة من غير القوات البريطانية متحس صاحب الفكرة دي كان يوسف أفدار رئيس الهجانة ومهاجر يهودي أوكراني جف يوم وقال لعضاء الهجانة الرئيسيين يا جماعة حنبني كيبوتس مزيف قالوا له إزاي يعني قال لهم حنبني كيبوتس كامل عبارة عن مزرعة وحضانة أطفال ومخبس لكن الشغل الحقيقي كله هيحصل تحت الأرض هيكون عندنا مصنع كامل بحجم ملعب تنس بيشتغل فيه من 40 ل 45 شخص وبيصنعوا زخيرة وطلقات للأسلحة بتاعتنا في مواجهة الفلسطينيين وبالفعل هربوا معدات تصنيع الزخيرة من بولندا وخلال الفترة ما بين 1945 و1948 أنتج المصنع السر اللي تحت الأرض ده 2.2 مليون طلقت زخيرة متخيلين الرقم يا أخوانا؟ وكانت الزخيرة دي بتنتقل في شاحنات توزيع الحليب المحلية وبتتستف في مخابق بطول وعرض الأراضة الفلسطينية وفي الفترة دي برضو انتشرت الفكرة والبنى مصنع سرية كتير بطول وعرض فلسطين سنة 1948 البريطانيين لموا بعض وسبوا فلسطين وتأسس الكهان المحتل ما بقاش في أي مبرر أن المصنع دي تفضل مستخبية تحت الأرض بالعكس كان لازم تطلع وفي نفس الوقت يزيد إنتاجها خاصة مع بدء الحرب الأولى بين العرب واليهود ولأن الكيان بدأ يتعامل كدولة وكان عاوز يرسخ الفكرة دي كان الحل علشان يوسعوا إنتاج الأسلحة هو أنهم يعززوا القطاع ده عن طريق دمج المصانع في منظومة الصناعات العسكرية الإسرائيلية المملوكة للدولة والمعروفة اختصارا بالـ IMI واللي كانت تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية اللي لسه معمولة المهم مع توافد اليهود من كل أنحاء العالم على الأراضي المحتلة كان ضمنهم عدد كبير من المواهب العلمية اللي تقدر تصمم وتهندس أسلحة مختلفة وكان فيهم واحد اسمه أزيل جال المهاجر اليهودي اللي وصل من ألمانيا وخرج للنور أشهر مدفع رشاش في العالم وقتها اللي هو مدفع عوزي أو عوزي بالعبرية المدفع ده رغم أنه كان تقيل وبيعاني من عدم دقة في إصابة الأهداف اللي أبعد من 100 متر إلا أنه تسبب في ضجة حقيقية في كل أنحاء العالم وجالوا زباين ومشترين من كل حتة باليابان وألمانيا وبالجيكا وبرو والبرازيل والولايات المتحدة نفسها وبقى السلاح المفضل للعصابات الكبرى كمان والسبب أنه كان بسيط ورخيص وينفع للإنتاج بالجملة وبسرعة والأهم أنه مناسب جدا للقتال في البيئات الصعبة وبيستحمل وبعدها تمت دعوة أزيل للانضمام إلى الفايلق العلمي لجيش الاحتلال اللي كان بيتطور من الصناعات العسكرية المحلية بعد شوية ظهر للنور مهاجر يهودي تاني أمريكي المولد اسمه أدولف ويليام آل شوامر وده دوره كان أهم بكتير من أزيل أدولف يا أخوانا كان شغال مهندس في شركة لوكت مارتن الأمريكية للصناعات الدفاعية أثناء الحرب العالمية التانية وبعد ما خلصت الحرب ساعد في تهريب طائرات لدولة الاحتلال النشاء وتجنيد طيارين يهود علشان يكونوا نواة لسلاح الجو بتاعهم الرئيسيين لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية أي آي إحدى أهم شركات الصناعات العسكرية لدولة الاحتلال حالية زي ما احنا شايفين كده رغم أن كل الهمة دي في تكوين صناعة عسكرية محلية قوية إلا أن الكيان الزفر ده كان مستهلك شرح للسلاح الغربي وتحديدا فرنسا اللي كانت مصدر الأسلحة الأول لإسرائيل لحد ناكسة 1967 في الخمسينات وأوائل الستينات كان في نقاش مهم جدا في الأوساط السياسية والعسكرية اللي كان المحتل حوالين الاستثمار في صناعة وتطوير المعدات العسكرية والأسلحة وقتها كان فيه فريقين فريق من الجنرالات الإسرائيليين المخضرمين اللي شايفين أنه حوالينا عداء كتير وما عندناش وقت نبني صناعة أسلحة محلية مستقلة وواسعة مدام قادرين يجيب أسلحة أحسن وأرخص من حلفاءنا وفريق تاني لقى أنه الأفضل يستثمره في بناء مجمع صناعة عسكري حديث هو موضوع محتاج وقت طويل وموارد ضخمة جدا لكن نتيجته أحسن بكتير من الاعتماد على دول ممكن تقفل حنفية الأسلحة عليهم في أي لحظة ورغم أن فريق الجنرالات المخضرم فرض رؤيته واستمر الكيان المحتل في شراء السلاح بمختلف الأشكال من حلفاءه الغربيين إلا أن دولة الاحتلال ما أهملتش الصناعة العسكرية المحلية ووسعتها لكن بشكل مش كبير لحد ما وصلنا لسنة 1967 اللي تحقق فيها سيناريو قفل حنفية الأسلحة وقبل النكسة بأسبوع تقريبا جات فرنسا الموارد الرئيسي للأسلحة وقتها لدولة الاحتلال وفرضت حظر على توريد الأسلحة للمنطقة كلها وقتها فرنسا كانت لسه خارجة من كم سنة من احتلال طويل الجزائر وكانت عاوزة تاخد اتجاه سياسي مراعي للقومية العربية من غير ما تثير غضب إسرائيل بشكل مباشر واضح بعد الحظر تحول موضوع بناء صناعة عسكرية إسرائيلية متطورة وشاملة لمسألة حياء أو موت وفي أول ثلاث سنين من الحظر الفرنسي ورغم أن الولايات المتحدة تدخلت على طول وبدأت تاخد مكانة فرنسا كمورد الأسلحة الأول لدولة الاحتلال إلا أن تأثير الحظر الفرنسي كان صعب على الإسرائيليين علشان كده سخروا كل إمكانياتهم وأنفقوا بشكل واسع جدا على تطور صناعاتهم المحلية ورغم حرب أكتوبر 1973 والخسائر العنيفة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي إلا أنه واصل تطوير مجمع الصناع العسكري في السابعنات لحد ما وصلنا للزروة في أوائل التمانينات واللي هنلاقي فيها أن نص سكان الكيان المحتل تقريبا كانوا بيشتغلوا في الصناعات الدفاعية وشركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية نتيجة تطور المجمع الصناع العسكري للاحتلال وشركاته مثلا هنلاقيه ظهر بوضوح تان في حرب سهل البقاع سنة 1982 اللي هي واحدة من أكبر المعارك الجوية في تاريخ الحديث ودي الحرب اللي شن فيها جيش الاحتلال هجوم جوي كاسح على سلاح الجو السوري الحرب دي كانت في اتجاه واحد هو اتجاه سلاح جو الاحتلال اللي نجح في تدمير 90 طيارة مقاتلة سورية بدون ما يخسر طيارة واحدة ونجح في تدمير أغلب بطاريات الدفاع الجو السوري في أواخر السبعينات وأوائل التمانينات وبعد التعافي الاقتصادي والعسكري لدولة الاحتلال من تابعات حرب أكتوبر بمساعدة أمريكا طبعا هنلاقيه أن نشاط إنتاج الأسلحة في إسرائيل عموما استحوز على حصة كبيرة جدا من إجمال النشاط الصناعي ووصلت نسبة الاستثمار في قطاع الدفاع تحديدا 50% من إجمال الاستثمار الصناعي في الكيان المحتل كله ولو بصينا هنلاقيه أن ربع القول عاملة الإسرائيلية الصناعية كانت شغالة في مشاريع دفاعية ولها علاقة بجيش الاحتلال ده غير أن ربع إرادات الصادرات الصناعية الإسرائيلية باستثناء الماس كانت جاية من قطاع الدفاع وتمانية من أكبر 20 شركة في إسرائيل كانوا شركات عسكرية أو بتعتمد على التعاقدات العسكرية في إنتاج السلع والخدمات لقطاع الدفاع دايما يا أخوانا هنلاقيه أن الإنثاق العسكري الإسرائيلي كان بيأثر على التنمية الاقتصادية لدولة الاحتلال وكان بيتطلب من الإسرائيليون طول الوقت أنهم يضحوا بجزء من الرفاها اللي ممكن دولة الاحتلال توفرها لهم مقابل زيادة الإنفاق الدفاعي ده ولأن الكيان هو كان هش وأمني في المقام الأول فدايما كان بيتم تسويق الإنفاق العسكري من قبل السياسيين الإسرائيليين على أنه أمني قومي ما ينفعش حد يلعب عنده الاستنتاج ده وصلوا الباحثين أليكس مينز من جامعة تيكساس A&M ومايكل وارد من جامعة كولورادو اللي عملوا دراسة في أواخر التمانينات أثبتوا فيها أن الميزانية العسكرية الإسرائيلية بتستخدم بجانب وظفتها كأداة سياسية اقتصادية للمساعدة في إدارة الاقتصاد الإسرائيلي اللي هو اقتصاد أمني وبتساعد في توفير مناخ انتخابي مناسب لشغال المناصب السياسية في حكومات الاحتلال والبلاد الشبيهة لو ركزنا مع مكونات دولة الاحتلال حنلاقي دايما أن زيادة الانفاق الدفاعي المستمرة من نشقة الكيان لحد اللحظة هي نتيجة لشوية عوامل بدهية تماما وبتخلي المجتمع ده مجتمع أمني بامتياز زي أنهم مثلا دايما حسين بالخطر وكعادة أي مجتمع عسكري فالإسرائيليين بيستخدموا الانفاق الدفاعي كمسكن أحيانا أثناء الأذامات الاقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل نسب البطالة وبيحاولوا من خلاله خلق واهم أن الاقتصاد مزدهر قدام الناخبين خاصة المتطرفين منه علشان كده أليكس ومايكل توصلوا في نهاية دراستهم لأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هي الآلية المالية الأهم لأي حكومة هناك لتحفيز الاقتصاد والتأثير على أي انتخابات وما فيش حكومة ببساطة هتقدر تتغاضى عن أهميتها السياسية والاقتصادية فمع الانفاق الدفاعي الهائل ده على مر السنين تطورت الصناعة العسكرية الإسرائيلية جدا وبع الكيان المحتل يقدر يصنع كل أنواع الأسلحة في منتصف التمانينات قدت الأزمة الاقتصادية اللي ضربت إسرائيل بدءا من سنة 1985 إلى أن دولة الاحتلال تاخد إجراءات قاسية شوية فيما يخص القطاع الدفاعي وفي غضون العشر سنين التالية اضطروا لخفض الانفاق الدفاعي من 13% لـ 8% من نتج المحل الإجمالي وده أدى لانخفض نسبة شراء جيش الاحتلال لأسلحته من الشركات الإسرائيلية لـ 50% وانخفض عدد موظفي صناعة الدفاع بنسبة 35% ده أدى لأن الإسرائيليين قعدوا يفكروا في هيكلة المجمع الصناعي العسكري بالكامل وهنا هيظهر للنور برنامج تالبيوت البرنامج الأهم تقريبا في الجيش الإسرائيلي بأكتوبر في أستاذين في الجامعة العبرية بالقدس هم شاوليا تزيف وفليكس دوثان فكروا إن اللي بيحصل في الجيش الإسرائيلي ده غلط وطريقة تطويره لأسلحته ونظمه مش سليمة وبدأوا يقودوا حملة لإقناع قادة الجيش بابتكار طريقة أفضل تخليهم يختاروا أمهر وأسكى الكفاءات ويبنوا عن طريقها أسلحة ونظم عسكرية جديدة علشان كده خرجوا بفكرة برنامج تالبيوت اللي هو برنامج خاص جدا الاحتلال على إنهم أهم مجندين في الجيش ومهمتهم الأساسية مش إنهم يقتلوا وإنما يتعلموا يفكروا ويحللوا ويخططوا قبل أي شيء ومجند الوحدة لازم يقضوا عشر سنين على الأقل في الجيش وده مقارنة بال32 شهر اللي بيقضيهم الزكور حاليا والسنتين للنساء لكن هالمعنى ده إنهم مش بيقتلوا؟ أكيد لا بالعكس بعد عدد كبير من المقابلات والاختبارات وبعد ما بيتم قابول عدد محدود في البرنامج بيزور مجند الوحدة عشرات الوحدات في القوات البرية والجوية والبحرية لجيش الاحتلال علشان ياخدوا خبرة في كل سلاح تقريبة وخريجي وحد التالبيت معظمهم بيكونوا من قوات النخبة ومن قادة السفن الحربية والطائرات المقاتلة بمختلف أنواعها وفرق القوات البرية وغيرها وبعد خريجي الوحدة ما اكتفوش بالتفوق العسكري بس وإنما نجحوا في تأسيس عشرات من الشركات الناجحة زي شركة شيكبوينت سوفتوير تكنولوجيس اللي أسسها ماريوس ناخت أحد مجند الوحدة واللي بقت حالياً شركة بقيمة سوقية تقترب من 16 مليار دولار وزي شركة الهاردوير أنوبيت واللي شارك في تأسيسها أرييل ماسلوس مجند تاني في الوحدة واشتريتها شركة قبل في 2011 بحوالي 400 مليون دولار كل الخطوات دي سهمت في أن دولة الاحتلال تمتلك مجمع صناع عسكري قوي جداً في صناعات عسكرية متطورة والنتيجة دي انعكست على الصادرات العسكرية الإسرائيلية اللي ارتفع حجمها بين عامي 2012 و2022 بنسبة 67% إلى رقم قياسي وصل 12.5 مليار دولار أمريكي وحالياً الصناعة العسكرية الإسرائيلية بتمثل 2.4% من سوق الأسلحة العالمي ولو بصينا على أكبر 50 شركة صناعات دفاعية في العالم في 2023 هنلاقي 3 شركات إسرائيلية هما رافايل وآي إي آي وقلبت ساستمز لكن مش عاوزين ننسى في خضم ده كله إن الأمريكيين برضو لعبوا دور رئيسي وحيوي في تطوير الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من خلال التمويل وتزويد الإسرائيليين بأحدث تقنيات والدخول المستمر في برامج تسليح مشتركة مع الشركات الإسرائيلية فالسؤال هنا بقى المقاومة الفلسطينية هتعمل إيه مع الجيش ده كله اللي عنده أسلحة شديدة تتطور ووحدات نخبة خاصة فريدة من نوعها ومجمع صناعي عسكري شامل متطور جدا وفوق ده كله دعم أمريكي عسكري وتقني لا ينتهي هل الجيش ده بيتهزم؟ طبعا جواب السؤال التاني معروف هو بالفعل تهزم أكتر من مرة من سينة لحد غزة مرورا بلبنان في 2006 لكن إجابة السؤال الأول الأهم هي إن المقاومة الفلسطينية بتعرف تعمل كتير جدا مع الجيش ده وإنه مش بالقوة الهائلة اللي الإسرائيليين بيحب يصوروا بيها لنا رغم النقوي فعلا بشكل عام المفارقة المدهشة هنا بجانب نجاحات المقاومة الفلسطينية في العشر سنين الأخيرة في ضرب أسطورة الجيش اللازي لا يقهر في مقتل بأقل الإمكانيات إنها بتعيد تقريبا نفس خطوات تكوين المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي بس المرة دي هو مجمع صناعي عسكري فلسطيني الكلام ده اللي قد يبدو مبالغة هو مش مبالغة أبدا يعني لو بصينا حنلا إن المقاومة طورت من 2014 قدرات تصنيع محلية ممتازة للصواريخ بتاعتها سهمت في رفع عددها من كم ألف صاروخ لحوالي 15 ألف صاروخ ودي تأدرات الاستخبارات الإسرائيلية يعني غالبا العدد أكبر وبالإضافة لده فهم طوروا برنامج طائرات بدون طيار بيتقدم سنة عن سنة وفي عملية طوفان الأقصى الأخيرة استخدموا طيارة مسيارة لتدمير دبابة مركبة فخر إسرائيل زي ما بيسموها هناك بقذيفة بسيطة والمقاومة أعلنت في هجومها القوي والمباغة برضو عن أول نظام دفاع جوي لها أهو نظام متبر واحد ده غير تصنعها للزوارق السريعة المسلحة وغيرها من الأسلحة فزي ما بدأ المجمع الصناعي العسكري لدولة الاحتلال من تحت أرض كيبوتس في الأراضي المحتلة في أربعينيات القرن العشرين يبدو أن المقاومة بقالها أكتر من عشر سنين واخد نفس المصار بصبر وإتقاع على الجانب الآخر هنلاقي أن الإسرائيليين يبدو أنهم استثمروا في التكنولوجيا أكتر من لازم علشان كده عقوب أمدرور مستشار الأمن القوم الأسبق لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو قال بعد عملية طوفان الأقصى استثمار بشدة في التكنولوجيا وده سحب ميزانيات من أسلحة وقطاعات عسكرية تقليدية تانية على سبيل المثال للحصر لو رجعنا لألفين وخمستاشر هنلاقي أن جيش الاحتلال بدأ يشتغل على خطة قللت عدد القوات القتلية النظامية وقوات الاحتياط وبسبب ده انخفض عدد ضباط الصف مثلا بنسبة عشرة في المية لأربعين ألف وتم تأصيل مدة الخدمة العسكرية للذكور أربع شهور علشان تبقى أقل من ثلاث سنين وبجانب ده تم استنزاف جزء كبير من قوات الجيش النظامية في الضفة الغربية للسيطرة على الفلسطينيين هناك وحماية المستوطنين وحماية المشاريع الجديدة برضه ودي مهمات زي ما انتم شايفين مش بتاعة أي جيش نظام في مقابل ده رفع من ميزانيات الاستخبارات وعنظمة الرصد والاستشعار وأساطيل طائرات المراقبة بدون طيار وعنظمة الدفاع الجوي ومستشعارات الأنفاء وغيرها استثمر بكسافة شديدة في تكنولوجيا الرصد والتحليل عموما واللي كلنا شفنا فشلت إزاي في توقع الهجوم الكاسح للمقاومة مش عاوز أطول على حضراتكم أكتر من كده لكن يبدو أن النضوج الفلسطيني على كل المستوات هيؤدي غالبا لنتائج مختلفة عن كل مرة بيستخدم فيها الاحتلال القوى الغاشمة مع أهلنا اللي دعواتنا كلها معاه وقبل ما أختم حابب أسألكم سؤال مهم في رأيكم تفتكروا في دولة عربية ممكن تكرر تجربة صناعة المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي وإيه هي هتابع كل إجاباتكم في التعليقات في النهاية نتمنى السلامة لأهلنا وإخواتنا في قطاع غزة وفي كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة احنا معاكم وجنبكم بفكركم بالتفاعل مع الفيديو علشان يظهر للناس ويفلك من القيود الحالية لمنصات التواصل الاجتماعي كلها على أي محتوى مناهض للكيان المحتل سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر